يا أستاذ أوسي بنوارنا ده نهرة كامير تحياتي لكم وتحياتي لكل مشاهدي القناة الأهلي في كل مكان طبعا بنوارنا وانشرفنا لأستاذ محمد أوسي الناقض الرياضي الكبير وزي ما حضراتكم تعاودته دايما كل خميس بنناقش مع الأستاذ أوسي كل القضايا اللي حدست على مدار أسبوع سابق في السحر الرياضية المصرية بالتحديد وآخر كمان وكل ما يخص أخبار النادي الأهلي أكثر تحديدا بالتالي يا أستاذ أوسي عايزين نبتدي بالمؤتمر الصحفي اليوم للإعلان عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بكيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق وأبرز ما لفت نظر حضرتك خلال المؤتمر الصحفي يعني ربا الحمد لله طبعا أصبح عندنا جهاز فني منتخب مصري يعني كام ده منذ خروجنا من دور الستاشر من كهاز أمام الأفريقية ومنتخب مصري بلا مدرب بلا جهاز فني بلا تأجو واضع علينا أن المنتخب يلعب ماتشوات في الأجندة الدولية كان ممكن يحسن تصنيفك لانت السادس أفريقي المفروض على الأقل نخش ده من الخامسة الأوائل على الأقل ونركز في أن نحن تصنيفنا يتقدم علشان ما نتحطش في مؤازق ومواجهات صعبة جدا في التصفات القرارية التصفات المندالية في هذا الاتجاه فالحمد لله أن تم استقرار اللجنة الخمسية بقادة السيد عمر الجنينا على كابتن حسام البدري وجهازه الفني الجديد إن شاء الله الصورة وضحت ليس ماما الآن إلا دعم هذا الجهاز بكل قوة وكل جدية عملت أن حد ينقض يقض يقض يتكلم يقض يتكلم عن خلافات عن أزمات دعونا نراهم ماذا سيعملون ماذا سيفعلون ماذا سيقدمون لمنتخب مصر هو ده الكامل وهو ده الكامل اللي احنا منتظرينه منهم الحقيقة أنا شايف أن اختير موافق في الزل الأسماء لكات مطروحة مع التقدير والاحترام لكل الأسماء وكل منهم قادر على القادة المنتخب بل أن منهم ما نحقق إنجازات غير مسبوقة طبعا مع المنتخب طبعا وأقصد كابتن حسين شحاته أعتقد أن هذه مرحات كابتن حسين البدري يستطيع أن يقدم شيء مهما لنفسه ولبلده ولكل عشاق كورة القدم في جمهورية مصر العربية فرصة كبيرة أنا شفت النهاردة برضو إزداد قناعاتي لأنه أكثر هدوءا أكثر استقرارا نبرة تصرحات مختلفة رؤية مختلفة يمكن من المرات حسين البدري هادي كده ومركز هو زكي وبيحاول يكسب كل الأطراف بتكلم عن الجمهور بتكلم عن أهل بتكلم عن الزاج بتكلم عن حتى ما تكلم عن المنتخب ألا كان ما عندهش مشكلة فبيحاول يلم وده شيء مهم جدا لأن حسين البدري لم يعد ملكا لأحد هو ملك لمصر كلها وملك لكل الجمهور المصري هو أمامه كله دلوقتي اللي حيدير عملية اللعيبة اللي في مصري كلها أمامه الاماشة بتاعة اللعيبة سواء المحترفين برة أو اللعيبة اللي موجودة في الـ 18 فريق اللي موجودين في الدورة الممتاز فطبعا شيء مهم جدا الجهاز اللي موجود أعتقد أنه هو اللي مختار وتبقى لما أعلن وتبقى لما قال وتبقى لما أكد السيد عمر الجنيني فمم بيأكدون أنه كابتن حسين المختار وخلاص كابتن حسين مختار خلينا نمشي إن دولا بتوع منتخب مصر. هما بتوع منتخب مصر حنسنده. خلاص هو ده الجهاز الفني. طبيعي جدا. حتى لو جهاز فني غيره حنسنده. حندعمه. لحد لما لقدر الله يفشل زي أجيري كده عن تدي بقى نشوف أسباب الفشل بيه. بس إن شاء الله يجع بإذن الله. أنا بقول لك لقدر الله. إن شاء الله بإذن الله. أنا بتوقع له مشهور طيف في هما وأفريقيا وإن شاء الله بإذن الله. بإذن الله وكلنا ثقة في كسر حسام البدري مدارك بخبرات. لكن أنا عايز أسألك في حاجة بس. موضوع التوافق. الأستاذ عمر الجنيني قال النهاردة إن إحنا ما كناش قصدين إن إحنا نجيب اتنين من الأهل هي اتنين من الزمالك وكلام من ده. هل الكلام ده البعض أنا بتكلم تساؤلات الجماهير. هل الكلام ده ممكن يكون منطقي ولا كان فيه توافق وكان تم عرض بعض الأسماء على الكابتن حسام البدري. وإما يقتنع ويقف عليها إما ما اقتنعش هو الرجل يختار له وعايزه في الأول في الآخر هو الرجل الأول. حتى لو اعتبرنا أن فيه التوافق وأن فيه كلام. فالأسماء ما طبعا نتكلم عن لحد كابتن طرق مصطفى. طبعا. فهو يعني كابتن طرق يعني شخصية محترمة جدا. أكيد أكيد. ورجل قاد وليه خبرات وليه تجارب تدريبية وليه تجارب كمدير فني كمان. وقاد فرق في الدورة المغربية يمكن ما كانش ليه فرص كبيرة هنا في الدورة المطري. لكن قادر يقول تجارب وليه بصمة وليه فكرة وليه وليه محترم. أعتقد أنه هيكون إضافة مع كابتن حسام البدري. لكن كابتن حسام البدري لديه إطرار أنه هو هو الكابتن أحمد أيوب. الساعد الأيمال الكابتن حسام البدري دولة المدربين. يعني دولة المدربين على يعني على خط واحد يعني ويجي بعدهم كابتن سيد معاود يعني. احنا نتمنى أن يسود روح من الحب. روح من التقارب. روح من التعاون. روح من الإخلاص. لأن الكابتن حسام البدري في بعض الأوقات هيحتاج لمن يعني عقل آخر بجواره. يحتاج لمن ينصحه. لمن يتحدث معه. لمن يعني يتكلمها حتى أثناء الماتشات أو قبلها وفي اختارات اللعبة. محتاج ناس يعني عندها عيون خبيرة في اختار اللعبة. فده كله هيساعد كابتن حسام البدري. فأي حد موغوب في الجهاز الفني هيكون إضافة. واعتقد أنه هو مختار الناس يقدر يساعده على هذا الأمور. عندك كابتن براكات من. طبعا. ما أنا بقى كنت عايزة كدامة حركة على كابتن براكات. لكن كابتن حسام البدري هو أكبر إضافة حقيقية فعلا لمنتخب مصر. وبنسنده ومن دعمه إن شاء الله بإذن الله يكون موفق. لكن إزاي بترى اختيار كابتن محمد براكات. هذا نجمل كبير جدا. وتوجد في مركز مهم زي مدير المنتخب المصر. يعني احنا يعني احنا ما نقدرش نحكم على براكات كمدير كرة أو مدير إداري للمنتخب أو عمل في جانب الإداري. لأن ما شفناش كابتن براكات في عمل إداري خالص قبل كده. يعني كابتن براكات من ساعة مع التازل. يمكن كان لي بعض المحاولات والتجارة في برامج رياضية. خفيفة. ظريفة. ضيفة حلقات. لكنها شخصية جديرة بالاحترام. جديرة بالتقدير. تاريخ كدير. أعتقد أنه رمزه هيقدره أي لعب في المنتخين. يعني نحكم عليها. لأنك أنت مستدرش تصدر أحكام مشبقة. إلا لما تشوف حاجات على الأرض الواقع. المؤكد أن براكات حيواجه مواقف. حيواجه الصعوبات. حيواجه أزمات. حيصدر عنه قرارات. ويصدر عنه تصرحات. وتصدر عنه انفعالات. وتصدر عنه تصرفات. من خلال كل هذه الأشياء نقدر نقيم ونحكم على براكات. هل هو إداري نجح أم غير ذلك. يعني زي كابتن سعد عبد الحفيز. كابتن سعد دخل هذا المجال صغيرة. واصبح الان من نجوم وعملقة تكدة القدم. ليس في الناد إلى أهلي. فقد ده في مصر كلها.ها مدرسة في تخريك كوادي الإدارية. يعني على مرة تاريخ يعني موجودين خالها كابتن Sعد عبد الحفيز. غير مجموعة كبيرة جدا سواء الكباتن الإهلي اللي الموجودين. كانت لهم تجارب الإدارية تقدر. لما سهل مثلا. الكابتن طريق استريم في التجربتي نحكم علي رحمة الله كابتن صالح كابتن حسن حمد كابتن خطيب كابتن سابت البطل. كابتن علي عبدالصادق. كابتن محمد رمضان. كله دولا مروا بتجارب إدارية والأهل من افتتح مدرسة كرة القدم. مدرسة فكرة مدير الكرة القدم. عدد كبير جدا حتى من أندية في الدورة الممتاز. بدأ يستعين بها هذه الفكرة. فدعنا ننتظر ونرى بركات. صحيح؟ في بعض الناس بيوجهوا له بعض الانتقادات وبعض الاجب. بقولوا أن بركات شخصية خفيفة وشخصية فانية. وأن بركات لا أنت حدرك ما شفتش بركات لما يتعامل إزاي؟ ما تعرفش شخصيته. أبرز ذليه زي ما قلت في أول حلقة أستاذ أوسي. أننا كنا نشوف بركات منتهى الجدية في المباريات. ده شغله. بيهزرش في شغله. طبيعي شغله برضو ده مش هيهزر. طبعا في الشغل كان منضبط جدا ملتزم جدا كان أحد أبرز العوامل اللي بتصنع النجاح وتصنع الانتصار للنادر أهلي خصوصا في المباريات الكبيرة خصوصا في الموقف التقيلة. كنت بتلاقي بركات موجود دائما سند في ظاهرك. أعتقد أن كابتن حسام لم يختاره من فراغ. مؤكد أنه يكون له دور مهم جدا. ومؤكد أن كابتن حسام بدري عارف ده لأن حسام بدري يتعامل معاه في النادر آلي. فعرف شخصيته. ولو عرف أن بركات شخصية خفيفة مش هي قدر يدير عمر ما كان نختاره. إلا كان نختاره حد تاني. فدعنا ننتظر ونرى هذا الأمر. أنا متوقع ليه الجهاز بالكامل إن نجاح ما لم تحدث يعني هناك أشياء غير مقبولة يعني. هتقول ليه الأشياء غير مقبولة. هي هي طيب. يعني لو حد حاول يزرع الفكرة الثالي والزمالك وأن الكابتن حسام البدري هو لم يختار طرق مصطفى وأن طرق مصطفى فرض عليه هو أي من طير. أعتقد أنه ده ممكن تعمل مشاكل. كمان تعامل الكابتن حسام نفسه مع الجهاز هو اللي حيوضح لنا شكل الجهاز ده وهو اللي يحدد مدى قوة هذا الجهاز على التناسق والانسجام والانضباط والنجاح إن شاء الله يعني. فلو الرجل تعامل مع الكل بهذا الشكل وماعتمدش على أحمد أيوب وطرق مصطفى. أعتقد أن الكابتن حسام أزكى من ذلك بكثير وماعتقدش أن ده ممكن يحصل. يعني ماعتقدش أنه ممكن يكون فيه تهميش لطرق مصطفى مثلا يعني. فالمؤكد أنه هيكون فيه يعني كل حد في جهاز له أدوار. وأعتقد هو قدر على توجيه هذه الأدوار. وأعتقد أن ده يساعد على النجاح. حسام البدري بشخصيته القوية وتاريخه الكبير مع النادي الأهلي أصبح عنده خبرات كبيرة متراكمة في كيفية الإدارة وكيفية الإدارة الفنية بالتحديد كمان والتعامل مع الجهاز المعاون. وكلنا ثقة كاملة في الكابتن حسام البدري وكلنا دعم ومساندة لهذا الجهاز لتحقيق أهداف المصريين والتي تتمثل في بطولة الأمم الأفريقية أو المنافسة على هذه البطولة. وأيضا الصعود لبطولة كاس العالم. هستفيد في الحديث وتصريحات الأستاذ عمري الجنيني وكاتن حسام البدري النهاردة في المؤتمر الصحفي بعد الفاصل مع دخنا العزيز الأستاذ محمد الأوسي استنونا. موسيقى نكمل كلامنا يا أستاذ أوسي كنا نتكلم على المؤتمر الصحفي بالكابتن حسام أو الخاص بالكابتن حسام البدري النهاردة. وأنا عايز أبتدي بتصريحات الأستاذ عمري الجنيني رئيس اللجنة الخماسية وأبرز هذه التصريحات من وجهة نظرك تشايفها إزاي. وبتحديد تتكلم على ألية اختيار الكابتن حسام البدري المعايير اللي على أساسها تم اختيار الكابتن حسام البدري. وتطرق لكسة محمد صلاح وما حدث في هذه الأزمة. تعاليها كيف؟ نحن نتكلم على المعايير والراجل نتكلم عنها والحمد لله المعايير أسفرت عن جهاز أنا من وجهة نظري أراءه جهازا يعني مناسبة لمنتخب مصر بشكل كبير جدا وأنا سعيد بهذا الجهاز إن شاء الله رب نعرفه. إن شاء الله بإذنه. فالمعايير اللي وضعت وطبقت يعني جات بشخصية مناسبة لهذا الأمر وإن شاء الله تكون جيدة ويا رب دايما يكون عندنا معايير دايما في الاختيارات في المدربية. تكون عندنا معايير فنية يعني تدي الكفاءة وتدي الموهبة وتدي اللي يقدر يحقلك الهدف حق. يبقى ده موجود في مطر وفي كل مكان. وأعتقد إن ده التوجه اللي موجود في البلد كلها إن شاء الله في محاولة المقبلة. شاء الله. شاء الله. أما موضوع محمد صلاح فتح طبعا الموضوع يعني يعني نقدر نحطه كده تحت عنوان اسمه المهزلة. المهزلة المرتبطة بخطأ إداري. كويس. الخطأ الإداري ده القصور في التعامل مع الموضوع باهتمام كبير. الإهمال عدم إدراك اللي كان مصنع الاتحاد الكورة في هذا الوقت اللي مهام منصبه ومهام واقعه عدم اهتمام اتحاد الكورة أو اللي كان مكلف المدير التنفيذي العميدة سرقة سويلا بهذا الملف. يعني حتى راح هذك بتقول لنك روح تتحج ربنا يتقبل وحجهم مبرورهم ويجبهم مغفور إن شاء الله. المفوض حذك مسافر وعارف إن فيه ملفات واحد اتنين تلاتة اربعة من ضمنها واحد من أهم الملفات. أنا كمصر أنا اتداعم رقم واحد في العالم لمحمد صلاح ياخد صوتي كمدرب ياخد صوتي ككابتنين ياخد صوتي كإعلام أياً كمستوى محمد صلاح. ده أنا لازم أدنى محمد صلاح. أنا مع محمد صلاح قلباً وقالباً أنا شاهد محمد صلاح حسن من ميسه واحدة المرات. هتقول لي بقى يعني البعض بيقول لك دي أراءة شخصية وبتحدثنا متعرض بالإعلامي أو الصحفي اللي قد صوته الساد يوماني مش لمحمد صلاح وهو الأستاذ دانيال. لا يعني معا احترامنا للصوت الإعلامي والأستاذ هاني دانيال أنا معرفوش شخصياً وهو ليس صحفياً معروف يعني لدينا في الوسط الصحفي ولا في الوسط الإعلامي ولا في رابطة النقاط الرياضيين زي ما كل زمائدنا قالوا يعني احنا فجئنا بيه هما بيقولوا بقى الاربع سنين ربما موجود بقى الاربع سنين ونحن غير مهتمين بصوت مصر الرحل لمين لأن مفيش حد يهمنا. أما وإن مصر بقى جزء مهم جداً من عملية الاختيار وبقى لنا لاعب موجود في المركز الرحل ممكن يبقى التالت ممكن يبقى التاني كل ده كان يفرق معانا فأنا لما جاء صوت لمحمد صلاح ثم بالمنطق والعقل يعني انت اللي بيقول طبعا محمد صلاح عامل إنجليات حسن من رونالدو يا محمد صاحب اخد دورة عبطال أوروبا اخد سوبر أوروبا هدف الدورة الانجليزية واحد من الأفضل لعب في الدورة الانجليزية كلام ده مش عند رونالدو واخد ميسي واخد طبعا ميسي موهبة عظيمة جداً بس انت ايه المعايير اللي حترك بتحطها علشان تمنح جهازة أحسن لعب أكيد حقق إنجازات حقق نتاج طويصة خد بطولات خد الهدف البطولة خد أحسن لعب في البطولة المحلية بتاعته خد أحسن لعب في أوروبا إذا نكسل صلاح مكسم على الشكين يا أستاذ أوسي شك يتعلق بالخطأ الإداري والشك الأخر يتعلق بتصويت المصريين بالتحديد الإعلامي المصري واللي مدى صوته لمحمد صراح ده حاجة كارسية نتشاهفها كده طبعا نتشاهف حاجة كارسية طبعا ما هتقوليش أراء شخصية لا مش أراء شخصية أنا شاف إن محمد صلاح عظم لعب في العالم ولما أنا ما قلش عليه عظم لعب في العالم مين هيقول عليه يعني ما تقوليش بقى فيه بقى وإن ده لازم يكون تقييمة موضوعي لما يكون ابن بلدي موجود في وسوتي دائما أبقى متحيز أنا لازم أنحز لي وناس كتير جدا أنحزوا لي وغير إن اللي حصل خطأ الإداري ده يعني فيه حاجات في الفيفا فيه طبقا وده أثبتتوه إنتوا في البرنامج هنا بالمستندات صوت السوداني الرجل أكد لك إن أنا مختار محمد صلاح وفوجه إن محمد صلاح مش ضمن اختياراته ده اختيارات مختلفة تماما وده ممكن يأخذنا في طريق إن هناك آراء كثيرة جدا بتمشي هي فقدت جزء كبير من مصدقياتها بضبط لأن فيه رهانات ومرهانات بتيبقى كبيرة جدا على هذا الأمر وفيه توجهات في هذا الأمر وفيه جانب تسويقي وجانب تسويقي وجانب تسويقي فطبعا يعني حاجات كثيرة جدا تجمعت كم وكو محمد صلاح محمد صلاح من وجهة نظري له الحق أن يحزن إن بلد موافتش جامع أنا شاف إن مصر يعني مش فقط تكتفي بإنها تصوت لمحمد صلاح بل إن مصر لا بد أن تكون داعمة لمحمد صلاح إزاي أنا أكون داعمة أنا ليه علاقات دولية وليه علاقات مع الاتحادات على الأقل الاتحادات القرية والاتحادات الأفريقية اللي بينه بينها علاقات يعني أنا مش هاجبر حد على التصويت بس لما يكون ليه علاقة قوية جدا برئيس الاتحاد الكرة في أي دولة ما أعدل التصل وتواصل أو طالب بدعمه سواء دعم أو مدعمش دي القضية تانية بس ده اللي المفوض يبقى موجود أسعى يعني أسعى أسعى لهذا يعني والحاجات دي بيأكل لها دور كبير جدا في الموضوع لو كان محمد صلاح خد بعض الدعم مننا وخد أصواتنا أعتقد أنت كان ربما تجاوز روندو ودخل في الملتبة الثالثة فلا هو الحق عن يحزن لكن ما ليس للمحمد صلاح الحق فيه هو ما فعله على حسابه الخاص على تويتر عندما حزف اسمه انتخب مصر احنا حزنين على اللي حصل معاك واحزننا من اللي حصل منك حلو شايف انه وتصرع طبعا ما حدث من محمد صلاح فيه سرعة رد فعل فيه تهور فيه انفعال فيه غضب سريع يعقبه نتائج وقرارات محمد صلاح ليس صغيرا أقصد ليس صغيرا في القيمة وفي المنزلة وفي النجومية وفي العقلية حتى لو كان في الخمسة وعشرين ستة وعشرين اللي ما هو يعني نجم كبير ونجم عظيم يستحق التقدير واحترام فما يزل عنه قرارات محمد صلاح يعني اعتقد ان خلفه مؤسسة بتديره فلا يجب ان يخضب لا يجب ان يكون رد فعله مباشر وسريع بهذا الشكل ومهما حصل من خطأ من اتحاد الكرة فمنتخب مصر فوق كل شيء انت مش بتلعب باسم اتحاد الكرة انت بتلعب باسم منتخب مصر انت بتلعب تحت راية مصر تحت العلم المصري انت بترتدي ألوان منتخب مصر اللي هي موجودة مع اي اتحاد كورة سواء كان مجلس دارة مع الكابتن هاني ابو ريدا او العميد السروت لما جيك فترة مؤقتة او اللجنة اللي موجودة او من ساعتب كل ده في النهاية بيأتي ويذهب يعني وزائل الباقي هو اسمه منتخب مصر وشرف لأي حد ان يكون يعني جندي من جنود هذا البلد يكون موجود فيها فمشانا دلوقتي لو حدز عن في مصر يعني اروح اهاجم مصر وان وقال لأنا مش مصر طبعا الكلام ده مش مزبوط ويعني كلام ده بيولام علي مقال لتوضيح وما قالش ان هو مش مصر لا يعني بضرك مثل يعني ده ما يخلنيش اتهور واخد حاجات ضد بلد ايا كان الموقع اللي انا موجود فيه يعني لو بلعب باسم بلد في اي حاجة او بمثل بلد في اي حاجة ما جيش انزع السفة دي واقول لأنا ما تنتميش للسفة دي ما جيش انزع منتخب مصر مني يقول لأنا مش لعب منتخب مصر فمنتخب مصر شرف لصلاح وشرف له كل مصر يموجود فيه ودي كانت الغلطة بتاعة صلاح واعتقد ان هي ردت فعلة غاضبة وسحابة ستزول سريعا ويعود محمد صلاح الى حدن مصر ان شاء الله ويرف على الات مصر ويكون عامل المهمة في الكرة المصرية التعامل مع القطع الإداري كيف يجب ان يكون لا طبعا لابد ان يكون فيه تعامل ولابد ان يكون فيه تحقيقات ولابد ان يكون فيه وقف ولابد ان يستدعى العميد سروة تولم لهذا الامر ويسأل في هذا الامر وكيف وقع في هذا الخطأ هو الآن خارج الاتحاد يسأل ومن في الاتحاد ايضا يسألون في هذا الامر يعني وتكون هناك يعني لو فيه حد متسبب حتى إداريين جوة الاتحاد وارسلوا بهذا الشكل فلابد منعقوبة واضحة ومحددة لان ايب قوي اه لان ايب قوي ان ده يحصل من مصر بغض النطرة عامل محمد صلاح ايب قوي ان صوت مصر يبطل والفيفا كان بررت ان ليه صوت بوطل بالضبط صوت بوطل لازم المنوض بادارة اتحاد الكورة في هذا الوقت وهو المدير التنفيذي نظرا لاستقالة مجلس دارة الاتحاد كان مفروض يوقع العميد السروة السلوية الواجب موقعش وغير كده ان المفروض طبعا المدير الفاني المنتخب الاول اللي كان خفير اجيري هو تم اقالته او استقال تم اقالته ان كان يأتي بالمدارة المنتخب الاولوم كان لابد يعني على الاقل لو فيه اهتمام بهذا الامر كان ممكن احسن اتصالات احنا قالوا ان شابت ان شاء غريب هو له صوت ماشي بس هو فيه مشاكل في ان مثلا فيه حروف لازم تكتب كابيتل وحروف تكتب طيب يعني الحاجات دي بسيطة جين يعني احنا يعني مفروض ملمين احنا بالحاجات دي يعني كناس مسؤولة انت بتتكلم يعني انت تحت جمهورية مصر عربية تحت قدر في مصر يعني عملية من شئ العيلة نتمنى ان الامور تتلامي بسرعة وتنتهي سريعا لان محمد صلاح لاغون عن مصر ومصر قدر لن تستخدم عن ابنها الذي هو قيمة كروية عالمية اكيد تصريحات الاستاذ عمر جنيني قادتنا للحديث عن محمد صلاح فبالتالي سريعا باجاز عزيزة كلمة تصريحات كابتن حسام البدري وتعليقك عليها وابرز هذه التصريحات بالنسبة لنا احنا فيما يتعلق بعلاقته بالنادي الاهلي وفضل النادي الاهلي عليه حتى الوصول لهذه المكانة وهذه المرتبة طبعا يعني ده اي ابن من ابنها دائما بيعترف بفضل النادي الاهلي ولولا ربنا سبحانه وتعالى ثم النادي الاهلي ما كان يعني حسام البدري في هذه المرتبة يعني اي حد بيحتكي بالنادي الاهلي او يرتبط اسمه بالنادي الاهلي بيعلى نجمه بيزداد شهر اكيد بيزداد تألق بتعلى قيمته الفنية وقيمته التدريبية شرف ما بعده شرف اي لعب بيلعب في اي مكان من حاجة ولما يجي اللعب في النت الاهلي بيبقى حاجة تانية خالص مختلفة. آآآ. فده استفاد منه كابتر حساب البقدر. بيستفيد منه اي لعب في نت الاهلي بكل اسم يعني شوفوا لما بيبش في الشارع الجمهور بيبقى معا اي لعب ارتدت شارت الاحمر على نت الاهلي. او اي لعب من نت الاهلي ديوقتي ما شوف الشارع مع اي لعب من اي فرقة تانية. هتلاقي فرق جدا في في المعامل. مش الفرق يعني في المعاملة والعكس الناس كنت تحترم بس ده البروح النادي الاهلي بيتبقى فيه نجومية وفيه تركيز وفيه اهتمام كبير جدا النادي الاهلي كبير يعني النادي الاهلي قيمته العظيمة في هذا الجمهور العظيم هذه الملايين المنتشرة في أرجاء مصر وخارج مصر وداخل مصر فالمؤكد أن كابتا حسن بدأ استفادة من وجوده في الاهلي منذ أن بدأ في قلب دفاع النادي الاهلي نجما حتى اعتزلوا كرة القدم ثم أكمل مسيرات في قطع الناشئين وتولى السلك التدريبي صار فيه أو الطريق التدريبي من مدرب متساعد حتى وصل للمدير الفني حتى وصل إلى أقصى ما كان يتمناه وهو المدير الفني منتخب مصر ففضل النادي الاهلي عليه مهم جدا وأن يذكره فهو رجل يعني ناكينه له كل احترام والتقدير طبعا يعني أي حد لازم يرجع الفضل اللي مال له الفضل علي سواء في الاهلي أو في الزمالك من لا يشكر الناس لا يشكر الله في التوبيعي شيء منطقي جدا بالتالي عايز أتكلم عن النادي الاهلي بقى من خلال الفترة الفاتت وآخر حلقة احنا كنا فيها مع بعض يوم الخميس اللي فات كان لسه موضش السوبر ما تلعبش كنا قبل السوبر مش كده قبل السوبر على طول وكنت قلت لك جملة مهمة فكده مش فاكرها بصراحة قلت ايه لأ كنا يوم الخميش في نهاية الحلقة وقلت لك ان شاء الله في السبت المقبل سيكون عندك حلقة مبهجة يعني حلقة مبهجة كنت يعني طبعا نحن كان بيتمنى ان الاهلي يحقق هذا اللقب السوبر رغم كل ما اوشيح حول النادي الاهلي قبل المباراة ان الابرانة منتهية وان الابرانة يعني خلصانة ولما منافسك الكبير يصل الى الملحنة تأكد ان الناصر القادم في الطريق يعني يعني مباراة كثيرة مباراة الاهلي وزي مالك الاهلي حسمها بروحه بعزمته بإصراره بمهمة جدا سوبر يعني واضح ان هو بطولة الاهلي رغم ان الاهلي انتقى مع ذاك ست مرات ان ذاك اخذ السوبر مرة والاهلي خمس مرات البطولة يعني الاهلي 11 مرة مقابر 3 للزبالك فالامور في فوارق كبيرة جدا في البطولات وفي الانجازات كانت مباراة كانت مباراة الحقيقة كانت مباراة يعني عظيمة بالنسبة لنادي الاهلي وعظمتها ليس فقط في الاداة وليس فقط في التقدم بفرق سلسة الاهداف قبل ان يعني زباك يسجل ركلتها جزاء يعني من اخطاء نعرف سببها عظمتها في ان هذه المباراة كانت زي بقيتلك ان مباراة السوبر دي يعني ستكون يعني جواز مرور فيلر لقلوب جمهير النادي لها وقد كانت يعني فيلر قبل مباراة السوبر يختلف تماما عن فيلر بعد مباراة السوبر الدين يختلفت تماما يعني الاجواء بقت حواليها هادئة بقت ناعمة بقى في تأييد بقى في قبول شديد جدا بقى في يعني اشادة بالرؤية البعيدة للإدارة اللي اخترت حد وتعرضت له هجوم وتحملت هذا الهجوم حتى الراجل جيه واشبت جدارة طبعا مش هنقدر برضو نحكم عليه اكيد لسه بدري طبعا مش عايزين برضو نتسرع في الحكم سواء في التلات ماتشيات اللي لعبهم مكسيوم الغدواتي كانوا سبورت زمالك وسموحة وماتشي زمالك ده كوم واي ماتشات تانية كوم لان المدرب الكبير بيبان في الماتشات الكبيرة وقوداته على مدارات الماتشات الكبيرة وهو نجح في هذا الاختبار لكن دعنا ننتظر عليه وشفنا في ماتشي السموحة يعني شفنا الفكر في الماتشين دول تقريبا متشابه اذا هناك اشياء تدريبية تحدث في النادي الاهلي وهناك أدوار اللاعبين وهناك تحفيز لجومة المعينة وهناك تيك تيك بيلعب به وهناك أسلوب لعب النادي الأهلي بيقع بي شفنا شخصات الأهلي في كتير من الأحوال بعض أدوار اللعبة بتتغير بعض اللعبة بتتطور مستوىه بتقدم شكل منظم يعني الغيادة دلوقتي ما فيش مدرب يقدر يقول لك رينيفاير بيلعب ازاي يعني هو بيفاجئ الناس في كل مباراة بشكل مختلف دعونا نشوف هذه التجربة علشان نحكم عليها بعد ما تكتمل إن شاء الله بعد عدد آخر من المباريات هيظهر فكره الكامل وتظهر رؤيته الكاملة يعني طريقة أداء الأهلي طريقة لعب الأهلي إن شاء الله الأهلي على دي يكون في شكل محترم وفي قلب محترم وفي صورة محترمة متفق جدا طيب بالتالي احنا مجبنين على المباراة أيضا مهمة المباراة كانوا سبورت حتى لو النادي الأهلي كان كسب المباراة إزاي بـ 2-0 لكنها تابقى مباراة غاية في الأهمية لعدة إعتبارات بتشوف المباراة دي إزاي طبعا المباراة دي تم لعب منها شوت 1 خارج البلاد صحيح الأهلي كسب 2-0 لكن هذا لا يعني أن الأمور انتهت تماما كرة القدم لابدنا نتعامل معها بجدية لابدنا نتعامل معها احترام الغرور ممنوع والاعتماد على نتيجة وأن الأمور قد حسمت ممنوع ومرفوض في كرة القدم يا ما مباراة الناس كانت فقدة فيها الأمل يعني لو تخيلت مثلا ماتش ليفربول وبرشلونة في دور الأبطال في الموسم المنتهي من كان يتخيل ما يحدث في لفربول حال حد كان فينا كانت صعبة طبعا ليس صعبة حد فينا انت انت نفسك يعني شكت لحظة لا ما كنتش متوقع عن لفربول تربع طبعا ولا أي حد في العالم تقريبا لكن لأنه هو برضو داخل ووشق أن الأمور خلصانة هيجيب جون هجيب اتنين هجيب تلاتة لا ده جاب جون واتنين وتلاتة وجاب الأربعة كمان وكان ممكن يجيب الخمس فدي كرة القدم لا بد أن تحترم منافسك حتى لو أنت كنت قهرت وضامن التفوق والتغلب والمرور عبره مهما كان الفوارق بين الأهلي وبين كانوا سبورته والفريق الحديث الذي تشكل منذ سنوات قليل لا تعدى خمس سنوات لكن كرة القدم لا تعترف بجا كرة القدم تعترف بالجهد تعترف باحترام الآخر وتقديره حتى تحق الفوز فتنهي مباراتك وتتمنى أعتقد أنها تكون برضو تجربة مهمة جدا للأهلي والفيرار ويقدروا يجربوا فيها بشكل قوي لسيما وأنه خلق روح من التنافس الكبير بين اللاعبين يعني أي لعب من الآن ينزل بلغة الكرة بيعايز يأكل النجيل عشان يثبت نفسه للمدير الفني لسيما وأنه أكد أن ما فيش لعب أساسي في النادر أهلي ما فيش تشكيلة أساسية للنادر أهلي كل المجموعة اللي موجودين أساسيين وشفنا ده يعني الناس اندهشت جدا لما جيف ماتش سموحة وشفناها مقاعد كل نجوم ماتش زمانك على الدكة وماتش سموحة مسهلة على الإطلاق يعني ده ماتش فتاحها للدوري فرقة صعبة فرقة رزلة معها جهاز فني قوي جدا حماسي دايما بيعمل نتائج نميازة قدام النادر أهلي فكن يعمل الحاجات دي فده خلق أجواء تنفسية جبيرة جدا بين اللعيبة في الفريق وده المصلحة الفريق أكيد طبعا في أمور كتيرة عايزة أتكلم مع حضرتك فيها في وقت دايق جدا في الحقيقة عايزة أبتدي بموضوع هدى جودة نجمة النادي الأهلي في تونس الطاولة واللي قدرت أنها تفوز ببطولة الجمهورية عندها 12 سنة كذبت منافساتها في نادي الزمالك في النهائي 3 سفر عندها 27 سنة وشاركت له ظروف مختلفة لكن كانت أدى الحدث قدرت أنها تفوز بالبطولة دي تعليق إيه أنت بتكلم في 12 سنة ضد 27 سنة يعني فرق كبير جدا في الخبرات بالليتنية فرق كبير جدا في اللياقة الفنية اللياقة البدنية المواقف اللي مروا بها في الملاعب فلما بتكلم فده أعتقد دي موهبة موهبة عقرية عظيمة جدا يعني فأعتقد أن دي ممكن تذهب بعيدا في تونس الطاولة أو في الرياضة اللي هي بتعبها تحية وتقدير لها طبعا يعني وحاجة عظيمة الحقيقة يعني تستحق الفقر طبعا إنجاز كبير أنت بكلم في 12 سنة يعني 12 سنة ده لسه تعتبر في طفولتها وفي طفولة اللعبة يعني مزات في البدايات ولعب عندها 27 سنة يعني خدت بطولات قرية وبطولات دولية وبطولات محلية وخسرت وكسبت ومرض مواقف كترة جدا أنت تتغلب عليها طفلة فهذا إنجاز عظيم جدا يحسب لها المزيل الأهلوية التي تبشر بخير كتير بزبطة حاجة طبعا كبيرة جدا ولازم لحياها مرة تانية أو تلتة أو عشرة كمان لأنها نجمة كبيرة ومنتظر منها المزيد بالمزيل المصر والنادي الأهلي أستاذ أوسي سريعا عايز أتكلم على الدوري خصوصا في الزل عدد كبير من الصفقات اللي حدثت في بطولة الدوري العام السنة دي بتقيم بداية البطولة إزاي في الأسبوع الأول بتحديد النهاردة كان بداية الأسبوع التالي يعني أنا شاهدنا البداية بداية جيدة بداية قوية بداية تشجع على أننا ممكن يكون عندنا الدوري قوي الدوري ساخن دوري في كرة قدم بس ينقصوا أننا نجم نرجع له الجماهير إن شاء الله إن شاء الله يعتقدوني ده محل دراسة يعني كل الفرق دعمت نفسها في النسخة 61 زي ما عارفين تلعب ستين نسخة الأهلي واخد منهم واحد واربعين بطولة والبيات الفرق واخدها تسعتاشر بطولة منها تناشر للزماك ثلاثة الإسماعيلي ترسانة الأولمبي المحل المقاولين دولة العظاماء السبع للدوري العظاماء السبع وأعظمهم من نادي الأهلي بتاريخه الكبير وتاريخه العظيم الدوري السنادي يعني بيدخل فيه الفريق رقم تسعة وستين بلاقي فيه تمانية وستين فريق على مدار تاريخه من موسم تمانية واربعين لغاية دلوقت طبعا الفريق تسعة وستين اللي هو فريق افسي مصر اللي أول مرة يشارك لو كلمنا عن أسوان وطنطة اللي جايين بيشاركوا لأول مرة بيقول لهم مش بيشاركوا لأول مرة اللي هم مشاركات كبيرة جدا بل فريق طنطة فريق مؤسس من سنة اتنين وتلاتين ولهو عشر مشاركات من قبل وأسوان لهم مشاركات عديدة ولهم إنجازات ولهم مراكز ولهم قدرات كبيرة جدا شايف أن تدعمات كانت كبيرة جدا وصلت إلى عشرين وواحد وعشرين في عدد كبير جدا من الفرق وصلت إلى ده رقم كبير جدا يعني في فرق غيرت جلدها بالكامل وفرق كبيرة موجودة في المسابقة يعني أقل فريق أجرى تدعمات هو أن دي الأهلي كان أربع لعبين فقط لغير اللي ضموهم الأهلي هذا الموسم يعني ده ده اللعنة الأهلي باختار صفقات معينة بتخدم على الأهلي جاد ثلاث صفقات تريمي بس جدد عارض رمضان قبل الضبط قبل الضبط يعني تجديد عارض رمضان وكان فيه لهم ثلاث صفقات الثلاث صفقات متولي وقاليو دي يانج وقافشا بالضبط غير كده لما بسيط ورجعت القوامل الأندية شفت يعني أرقمهولي يعني تسع عشر في الوسط لعشرين وواحد وعشرين فشايف أن كام ده حيوتي سيمره في الدورة هنشوف مسابقة قوية مسابقة مميزة مسابقة جيدة شايف نسبة التهديف تفوق هدفين في المباراة التي تلعبت شفنا الزبط الأول شهد تسع عشر هدف ودي نسبة كويسة جدا ونسبة مهمة جدا شفنا معظم من الفرق الكبيرة يعني حققت انتصارات ما فيش مفاجآت كتيرة لكن لا نحكم على أحد في هذه الجولة ما تجين بعض الجولات وتظهر الصورة والكبار دائما هم من يكملون المشوار في هذه المسابقة التي يطلق عليها مسابقة النفس الطويل أخيرا كيف يمكن الإعلام الرياضي أن يوقذ الحس الوطني للجماهير ودعوتهم للتصرف بالعقلانية في إطار الروح الرياضية من وجهة نظرك بص الجمهور الكورة هو يعني يمثل جانب كبير جدا من الشعب المصري بل أن غالبية الشعب المصري بيعشك كرة القدم إذن جماهير الكورة خاصة وجماهير الرياضة عامة يعني كثيرين جدا في كل أنحامات طبعا عن الإعلام الرياضي أن يلعبها جدور ويبس الحس الوطني وزي ما قلنا من الرياضة يعني أصبحت الآن وسيلة من وسائل الانتماء للوطن اللي بتساعد على الفقرة بالوطن اللي بتساعد على الارتباط بالوطن أكتر يعني فمهم جدا أن نكون مرتبطين بهذا الوطن محبين لهذا الوطن دعمين لهذا الوطن دايما سندا لهذا الوطن سندا لجيش العظيم جيش مصر العظيم المحترم القوي النظيف تلات عمر شرطة مصر قيادات مصر ده مهم جدا عايزين نحافظ على دولتنا وكيان الدولة المصرية لأن نحن مرينا بتجارب مريرة جدا في السورة اللي حصلت والأحداث اللي حصلت في 2011 و2013 و2014 الآن مصر في حالة من الاستقرار لا نقبل أبدا بهزها أو زعزعتها يعني نريدها مستقرة نريدها أمنة إن شاء الله وتصير في الطريقة السليم وأعتقد أن كل المصريين يدركون هذا جيدا وسيدعمون هذا بقوة إن شاء الله وسيقفون خلف بلدهم كثيرا أستاذ أوسي أنا تشرفت وتنورت بحضرتك طبعا وبشكرك شكرا جزيلا بنخليك كابتن أمير ودايما موافق ومميز في برنامجك ربو دايما لأهلي على انتصارات وشك حلو كده عليهم ودايما حلقاتنا اللي بتيجي قبل الماتشوات يعني إن شاء الله برضي يكون سبتا مبهجا بإذن الله السبت حين بقى أجازة ماتش يوم السبت أيوة يوم السبت ماتش ده لو كان يصبرت أنا بشكر حلقة جدا أستاذ أوسي شكرا جزيلا حلقة كالعادة بتبقى مميزة في حضور الأستاذ أوسي النقد أرياضي الكبير تحدثنا في العديد والعديد من الملفات وتحدثنا في كل ما هو جديد بالتالي ليس لدينا المزيد اللي يوم بكرة أجازة أجازة البرنامج يوم السبت أيضا حيكون أجازة للمورة الأهلي الساعة 8 فنحن نرحق أن نطلع هوا قبل هذه مبران نشوف حضراتكم على ألف خير بإذن الله يوم الأحد ونكون أيضا بنبارك بإذن الله للنادي الأهلي عقب الصعود لدور الستاشر ودور المجمعات من دوري أبطال الأفريكا هذه البطولة الهمة اللي بينتظرها كل عشاق وجمهير النادي الأهلي في كل مكان شكرا